ويبقى التنافس على قيادة المكون قبل العملية السياسية هو محور النقاش الذي تتداوله دوائر القرار والبحوث داخل العراق وخارجه متوقفين عند تأثير الخلاف الشخصي بين مقتدى الصدر ونور المالكي على أنضاج موقف موحد من نتائج الانتخابات وبالتالي تحديد مركز الاستقطاب الشيعي بعد انحسار واضح لزعامات كثيرة ويقول المتابعون أن مجسات النفوذ موزعة بشكل عادل على جغرافية سياسية في العراق فمثلما التنافس على أشده بين الجيل السني الجديد الذي يمثله محمد الحلبوسي وخميس الخنجر وحاجت بعض الأطراف للبقاء على تنافسهما من أجل ترتيب تحالفات بديلة لا تختلف بدوافعها عن عدم الإجماع الكردي رغم ما تمثله الرمزية التاريخية لمسعود بارزاني وعدم إجماع الاتحاد الوطني على قلب رجلا واحد لأتي دور القوى الساندة برسم خطوط المشهد في بغداد ترجمة نانسي قنقر